السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن حل المسألتين الباقيين في الباقياتين في المسألة اللي هو بتاعت هيجيب لك اليكترود هيجيب لك السيمبل بتاعه هو ده او الاسم بتاعه هو ده على هلات الر برده مش موجود اي ستين عشرة ماذا يمثل بقى اي ستين عشرة ده ال اي تمثل الكترود كما موجود في المحاضرة ممكن تكون تبقى ايف تمثل فلاكس ايه الكترود رود يعني كما الجماعوة ده اللي هو ايه جاز متل اركولدنج الـ AWS ده اللي هو الـ American Welding Society ده اللي هو Specifications معينة ده اسم الإلكتروض بتاعي جميل الـ 70 اللي هو الـ Minimum Ultimate Insight يعني إيه؟ الـ UTS حلو؟ بيكون الـ 70 دي بتكون بالـ KSI الـ KSI ده هو تمثل Pressure يعني الـ 60 KSI ده تمثل 60 ألف PSI حلو قوي دعونا نكمل الـ S ده اللي هو Solid Electrode فيه إكزامبل تاني كده جميل هنا برضو ده 70 اللي هو الـ Ultimate Insight Strength حلو والـ E Electrode والباقي اللي هو الـ Flux Chord يعني مش مهم قوي مهم عندي اللي هي الـ 70 دي والنوع اللي هو T أو E أو F حلو Two Plates هو بشرح لي المسألة ده أو الشكل ده 5 mm Sickness 30 300 في 300 mm Yield Strength قبلع عن 420 ميجا باسكال Tensile Strength 580 ميجا باسكال تمام ميجا باسكال 10 دي اللي جنبها اللي هي Elongation Elongation اللي هو 10% فهو بيكتب لك 10 جنب الـ 60 تمام SMAW Submerged Metal Arc Welding اللي هو بيلحم متغطي بـ Flux انت متشوفش قصلا الشرارة بتاعت اللحام خلص يبقى Calculate the force needed to break the joint 1 KSI بتسوي 6.89 ميجا باسكال جميل هنشوف بس الـ 60 ده عملا ايه 60 KSI هنحوله يبقى 413 ميجا باسكال اه... نحن عارفين القانون بتسوي Pressure بتسوي Force على Area فلو عايز اجيب Force هعمل A Pressure في Area يبقى لازم اجيب Area المعرضة للشد اللي عندي الايه تعتبر 300 في الخمسين الخمسين ده اللي هو Sickness بتاعي اللي هو ده حلو في التلتمية هو هيعتبر فالتلتمية في الفمسة يبقى مليميتر سكوير 1500 جميل يبقى السترس عندي بتساوي او البرشور يعني تساوي F على area فانا عايز اجيب ال F يبقى بتساوي سيجما ألتميت تنسائل في الarea بقى انا مش هستخدم اصلا الحياة اللي هو اكتبها لي دي حلو جميل يبقى الفورس بتساوي الكلام ده واحوله لكيلو جرام فورس تبقى سيمة على 9.8 جميل ممكن سيمة على الف كمان تبقى ton فورس جميل دي مسألة في بس اكزامبل كمان حلونا في المحاضرة اللي هو بالمنظر ده يعني لما يكون اللحام مش جروف لا بيبقى fillet فهنعمل ايه الarea بتاعتي هتبقى ايه هو مش مشكلة النوع النوع اللحام هو مشكلة في الarea فالarea هتكون طوله او العام كان اللي هو مسلا 300 في المنظر ده اما بقى اللي هو طول طول ده ولا ده دي حاجة اسمها سروت اللي هي من اول بتاع لحد هنا جميل وفي حاجة اسمها leg أو size جميل يبقى انا هستخدم بقى السروت ليه عشان انا بحسب على الاريا الصغيرة يعني لو حملت اللي في ال التلتمية كده انا مدي سيفتي فاكتور او مش مدي سيفتي فاكتور يعني انا حسب بالضبط عشان كده انا بحسب على الاريا الصغيرة اللي هي السروت اللي هي بتبقى اصغر من الج جميل هل هي بقى نشوف اخر مسألة معي اللي هي الهيط فلو كالكوليشنز القانون ده بيبقى جيفن معي هنشوف بس الحاجات اللي جواه ده عبار عن ايه اتنين باي في تي ناقص تي نون تي نون ده اللي هو الامبيان تير في المسألة عندنا هنا عمل لها بعشرين هو حال لها بعشرين درجة سليزيس يعني هو فمش هتفرق سليزيس اللوكو ايه الارضي ليت فلو حلو انا لو عندي حاجة بالمنظر ده وممشي الولد الالكترود بالمنظر ده في اتجاه الشمال جميل هيبقى عندي هنا ويلد بول بنتريشن يعني جميل وهنا ده اللي هو الفيوجن زون او الحتة الملحومة خلاص جميل فانا هيبقى عندي حرارة متوزعة بالشكل ثوانين بالشكل ده يعني عندي هنا البول باوندري اللي هي تحت الالكترود بالزبط بتبقى درجة حرارتها 1530 سليزيس ده اول لاين تاني بول او تاني باوندري اللي هو ابعد منها شوية بتبقى 1100 ويبتدي يصغر درجة الحرارة لحد ما وصل لالاخر باوندري عندي توصل لربعمية سليزيس جميل ارجع تاني للحتة دي انا عندي بيبقى عندي توزيع درجة حرارة في الـ X والـ Y والـ Z الـ X عندي في الاتجاه الولدنج و الـ Y في اتجاه عمودي على الولدنج والZ تحت مش فوق خلي بالكم جميل يعني لما يعوز النجاتي في Z بيبقى فوق فوق الوركبيس أصلا اللي هي في الهواء حلو دي بيبقى الـ R بقى تمثل ايه في حالتي دي اوبا انا اش فتح اه والدنج اهي جميل الـ R تمثل X سكوير زائد Y سكوير زائد Z سكوير X سكوير براس Y سكوير زائد زائد سكوير اللي هو اللي الابعاد بتاعتي بتاعت النقطة اللي انا عايز اجيب عندها التمبريتشر يعني عندي القانون ده اصلا ما عايز اجيب التمبريتشر عند نقطة معينة الهات T عند X Y Z معينين تمام يبقى انا عرفة الـ R بتساوي الكلام ده اللي هو السكوير والهري ده سوري مش معا الهايليتر هنا شغال بقى حلو مش مهم مديني الـ 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 بتاعتي خمسين وخمسطاشر وزيرو X Y Z يبقى انا طلعت ان الـ R بتاعتي 52.2 مليمتر بالمتر هتبقى هنا خلي بالكم اليونتز يعني هو بيلعب هنا في اليونتز بس الكيو بقى الهنا اللي تحت تمثل الـ الهيت الدخلة على الويلد او الويلدنج بوينت في حاجة اسمها النومينال هيت النومينال هيت دي تمثل الـ في الـ يعني عندي في الـ arc ويلدنج انا بمشي فولت اللي هو الـ electric motor force والـ I اللي هو الـ أمبير فالـ في الـ تمثل النومينال كيو اللي هي اللي دخلة فعليا مش اللي دخلة فعليا اللي طالع من الجهاز عندي اما كيو اللي عندي هنا في القانون هي دي الدخلة فعليا في الويلد حلو يبقى بقى هنا فيها اسمها الفيشنسي الفيشنسي هي الراسيو ما بين الكيو دي والكيو النومنال فعشان اجيب الكيو اللي هي الفعليه هعمل ايه هضرب الايه في الفي في الفيشنسي بتاعتي اللي هو من دهالي اللي هي بخمسة وستين في المية الجتاو ده اللي هو الجهاز تنجستن اركويلدنج جميل بتساوي كل الكلام ده بتساوي الكس وننشل نيجيتب في الفي دي اللي هي الفيلوستي حلو الفيلوستي لازم تكون بالايه بالميتر بير ساكن الار ناقص الكس الار دي اللي هيا لسه جايبها والكس دي اللي هي الخمسين حلو حلو على الاتنين الفا الالفا دي هي تمثل ايه تمثل الديفيوسيفتي اللي هي مقدرة الويلد اللي هو يتغلغل ويدخل جوه الميتر المتاعي تمام هي تمثل ايه من الهيت او من الماس ترونسفير من الهيت ما خيش اللي هو اللمبت سيستم والان لامبت سيستم بتساوي كي على الرو في السي السي دي اللي هي سبسيف كيت وكي اللي هي الكوندكتيفتي والرو اللي هي الديناستي جميل يبقى هي بدين يشتغل عشان نطلع الكلام ده highly two boy constant الى التي لا نعيزها ايه اليانا ايه نود عشرينين زي ما هي هو dissociو I unit يبقى هامل ايه؟ هامل مية خمسة وعشرين دي في عشرة قصة سلم ثلاثة على الستين عشان احولها الميتر بير ساكن يبقى جبت اللي هو السرعة بتاعتي وان بوان على ربعمائة وتمانين جميل بس يبقى انا كده جبت كل حاجة اقدر احط ديه على الكالكليتر او تحلها بقى باي طريقة تحسب يعني الترمي ده الاول وبقى تدراه في كيو وتقسمها الكي في الار على التوباي تجبت كده التينووس الديفرنس يعني وبعد كده تود التينوود التينوود الناحية التانية التينوود الناحية التانية هتجبت التين اللي هتطلع بمية وسبعتاشر بوينت اربعة تلاتة ستة تمانية سليزيس درجة مقاوي يسرفس Dragons جميل في حتة بس عايز اقولها اي 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 ا مش عارف ممكن تتيف الامتحان وممكن تتقيش في حاسمها ال 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 باور دينستي دستربيوشن ثوا لي معليش هنا انا عندي في حاسم الation اا انا عندي الالكتروض ممكن يكون تيبر بالمنظر ده ممكن يكون بلانت بادي بالمنظر ده وعلى حسب درجة على حسب على حسب ميل الالكترود او الزاوية بتاعته يعني دي مثلا زاوية الميل بتاعته 30 درجة هيعمل اللي البنتريشن بتاعي او البول بتاعي بالمنظر ده هيكون الباور دستربيوشن بتاعي قليل والهيت قليل برضو جميل هنا كل ما الزاوية بتكبر كل ما درجة الحرارة بتزيد والباور دستربيوشن بتزيد نقرأ بس الحتة دي الباور دينيستي كده بتزيد قوي في حالة البلانت بادي والارك بيكون صغير يعني الراديس بيقل وي اهي بصو اللي هو في حالة البلانت بادي الراديس بيكون بلانتر the diameter of the arc decreases اللي هو ده ال والباور دينيستي دستربيوشن increase حلو هنا بقى الاشكال برضو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده ده كشكل 90 60 45 180 وهكذا ليه قانون برضو اظن هو مش حفظ عشان التي دستربيوشن الهيت فلو ده مش حفظ برضو فالباور دينيستي دستربيوشن بالمنظر ده الq ده هو الدستربيوشن متاعي هو باور دينيستي والq دي اللي هي الاي في الاي في الفاي اه مش الفاي اللي هي اسمها ايه الاي تا الايفشنسي حلو 3 في q على باي اي سكوير هتقول لي ايه هي الاي دي الاي دي هي تمثل اللي هو تمثل اللي هو افكتف ريديس اف Keeping Radius بتاعي يعني عندي هيكون عندي اه يكون عندي effective radius وعندي ريديس الأساسي بتاع الفليم يعني او بتاع الهيت سورس واجيبي الريليشن دي يطلعلي الpower dynasty distribution جميل بس كده كل اللي كنت عايزة يقول واني ان شاء الله ربنا يوفقنا بإذن الله شكرا